اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب ان يوم الشهيد هو يوم للوطن ورد للجميل والوفاء لمن سطروا اسم صور التضحية والفداء وصدق الولاء والانتماء والعمل والعطاء واكدت ان شهداء الواجب الوطني سيبقون على الدوام فخرا وقدوة للجميع نستلهم من تضحياتهم الدروس والعبر ونستذكر من بذلهم وعطائهم صفحات تاريخية وطنية مضيئة رفيعة مشيدة بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بالشهداء الابرار وابنائهم واهليهم والتوجيه الملكي السامي للاحتفاء بيوم الشهيد في السابع عشر من ديسمبر من كل عام والامر الملكي السامي بانشاء الصندوق الملكي لشهداء الواجب برئاسة سمو ولي العهد تخليدا وعرفانا بتضحيات وعطاء الشهداء الابرار معربة عن بارق التقدير وعظيم الامتنان للتوجيهات الملكية السامية للاحتفاء بيوم الشهيد في اليوم الذي يصادف ذكرى تولي جلالته لمقاليد الحكم وهي رسالة وطنية رفيعة تجسد المكانة العالية للشهداء عند جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وفي ضمير ووجدان كل بحرنية ووجهت معالي رئيسة مجلس النواب تحية إجلال وإكبار إلى شهداء الواجب الوطني الابرار مؤكدة الدعم النيابي لرعاية وتقدير أهالي وأسر شهداء الواجب الوطني ترجمة نانسي قنقر